وقد تميزت العلاقات الأردنية الخليجية بالتعاون المتبادل والتنسيق المشترك في مختلف المجالات والقضايا على مدار عقود من الزمن غير متأثرة بالمتغيرات الإخليمية فكرة انضمام الأردن إلى مجلس التعاون الخليجي تم طرحها قبل نحو عقد من الزمن على طاولة الدراسة لكن صافحاتها طويت لاحقاً ليغلق ذلك الملف في تلك المرحلة على الأقل ما حدث في تلك الفترة لم يغير من حال العلاقات الأردنية الخليجية التي تعززها روابط وثيقة منذ عشرات الأعوام وترتكز على تعاون وتنسيق المشترك في عدة مجالات أمنياً وسياسياً واقتصادياً الدعم الخليجي للأردن بقي حاضراً خاصة في الأزمات وفي مفترقات الطرق التي سلكها الإقليم عقب ما يسمى بالربيع العربي ومع بدء موجات اللجوء الناتجة عن الأزمات الإقليمية مثل حزمة المساعدات التي قدمتها السعودية والإمارات والكويت عام 2018 الأردن أيضاً قدم لدول مجلس التعاون الخليجي الكثير عبر سنوات من خلال دوره السياسي والأمني في المنطقة وتصدير خبراته والأيد العاملة في مختلف المجالات العلاقات الأردنية الخليجية مبنية على أفاق التعاون المشترك كما كان الحال دائماً تثريها الجهود المبذولة من قبل الطرفين لتعزيز شراكتهم الاستراتيجية على مختلف الصعود انطلاقاً من ماضن بثق من الروابط التاريخية الوثيقة بين الجانبين وحاضر تعزيزه عقود من التعاون المشترك والتنسيق ومستقبل مفتوح على كافة الاحتمالات